اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاخري حرف الد شكل منفصل وشكل الاخر متصل مع الكلام حرف الر كذلك حرف منفصل والحرف الاخر متصل من جهة واحدة حرف الد مع حرف الر يتصل من الجهة اليمنى فقط ولا يتصل من الجهة حرفنا لهذا اليوم جاء القطار الحروف ليعرفنا على حرف اليوم ما هو هذا الحرف هيا فكروا معي صوت هذا الحرف ممتاز هو أحد حروف الميد صوته اهلا بحرف الو إلى اللقاء سنتعرف على كتابة حرف الو دائرة فوق الصطر وخط منحني تحت الصطر الو المنفصل والمتصل أيضا يتصل من جهة واحدة حرف الو حرف الد حرف الر يتصل من جهة واحدة فقط ويرفض أن يتصل بالجهة الأخرى مع الحروف حرف الو مع حروف الماد مع الو صوته صوت طويل وهذه الصورة إنه صندوق أحسنتم صندوق به حرف و في وسط الكلام صندوق ماذا يخبئ هذا الصندوق لنرى لنرى معاً دودة ما هذه دودة دودة تحتوي على حرف الو دودة وما هذا الشكل؟ إنه بوم منتاز بوم يحتوي على حرف الو بوم وهذا هو حرف الو لنرحب بحرف الو أهلاً أهلاً حرف الو نوارتنا يا او نتبهوا نلاحظ معاً هذا هو حرف الو وهو درسنا لهذا اليوم يلا ردنا يا رددوا معي أوه Contract أوه ما هذا هو حرف نجد هذا هو حرفنا الجديد دار دار هذه صورة صورة دار ما هذه الصورة يا ترى ممتاز دور بيت واحد اسمه دار هذه ثلاثة بيوت ماذا يطلق عليها ثلاثة بيوت مجموعة من البيوت نطلق عليها كلمة دور دور لنلاحظ كيف تكتب كلمة دور د و ر دور د و د و ر دور كلمة دور متكونة من مقطع دو وحرف الار دور دور مقطع واحد دور رددوا معي دور دور د دا 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 د دو ر دور صورة دور دا دا دور درسنا لهذه اليوم دا دا دور والآن سوف نقرأ درسنا لهذه اليوم دادا دور دادا دادا دور دور دادا دادا دار دور دار دور لنقرأ الدرس مرة أخرى بالمقاطع دادا دادا دور دور مقطع واحد دو ر دور دادا دادا دور دور صوت طويل حرف مدعو دور دادا دادا دار دور دار دور بعد أن قرأنا الدرس سنتعرف على مقاطع الدرس كلمة دادا متكونة من مقطعين عرفنا أن كلمة دادا تتكون من مقطعين لأنها تحتوي على حرفين مت داء دادا دادا إذن تتكون من مقطعين دادا دادا ولها تصفيقتان كلمة دار تتكون من مقطع واحد ليش مقطع واحد؟ أحسنتم تحتوي على حرف مد واحد حرف الأ حرف مد واحد دار دار إذن تتكون من مقطع واحد ولها تصفيقة واحدة هي رددوا معي دار دار تصفيقة واحدة دار ممتاز مقطع واحد كلمة اللي بعدها هي كلمة اللي بعدها كلمة دور 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 من كم مقطع تتكون كلمة دور؟ أحسنتم مقطع واحد لماذا مقطع واحد؟ يوجد بها حرف مد واحد وهو حرف الو ممتاز دور رددوا معي دور ولها تصفيقة واحدة هي نردد معا دور مع التصفيقة دور حسنتم دور ممتاز يا أبطال انتهى درسنا لهذا اليوم إلى اللقاء في درس جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر